بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين أبناء الطلبة سنقوم بإنجاز هذا الفيديو الذي يحمل عنوان دراسة دالة عددية شاملة للتحضير لبكالوريا 2018 رقم 1 أنصح به شعبة العلوم التجربية والتقنية الرياضي والرياضي وحتى شعبة تسير واقتصاد لأنها دالة رائعة وشاملة حيث قال لتكن أف دالة عددية قابلة الاشتقاق على كل مجال من مجموعة تعريفها لها جدول التغيرات التالي عندنا ها هو جدول التغيرات هذه الدالة قال تكتب عبارة أف لإكس على الشكل أف لإكس يسوينا أ إكس زائد بي زائد سي على إكس ناقص واحد قال حيث أ بي و سي أعداد حقيقية السؤال واحد قال أحسب أف فتحة لإكس وهي المشتقة ثانيا قال اعتمادا على جدول التغيرات الدالة أف ألف عين الأعداد الحقيقة أ و بي و سي باقي العين لميت أف لإكس لما إكس يؤول إلى الواحد بقيم أكبر وهنا لميت أف لإكس لما إكس يؤول إلى الواحد بقيم أصغر وفسر النتيجة بيانيا هنا أكيد نجد استقيم مقارب عمودي جيم قال قارن بين صورتي العددين واحد على اثنان وثلاثة على أربعة بالدالة أف معللا إجابتك ليس المقارنة بين واحد على اثنان وثلاثة على أربعة لا صورتهما بدل أف ثم قال ثالثا نأخذ فيما يلي سي يساوينا واحد على أربعة وبي يساوينا واحد وآ يساوينا واحد قال وليكن سي المنحنة البياني الممثل لتغيرات دل أف في معلم متعامد ومتجنس ألف قال بين أنه عندما يقول إكس إلى الزائد ما لنها أو الناقص ما لها فإن المنحنة سي يقبل مستقيما مقاربا ضلطة معادلته إيغلا يساوي إكس زائد واحد دل قال أدرس وضعية المنحنة سي بالنسبة إلى المستقيم ضلطة لهو هذا جيم قال أثبت أن النقطة أوميغا ذات إحداثية 1-2 مركز تناظر للمنحنة سي دل قال عين نقطة تقاطع المنحنة سي مع حامل محور الفواصل ثم عندنا هنا رابعا قال لوندا عدد حقيقي عين بيانيا حسب قيم لوندا عدد حلول المعادلة آف لإكس سيون القيمة المطلقة للوندا لكن هنا يوجد لنا سؤال قبل قبل دل هو أرسم المنحنة سي أفلا إكين هو سؤال خفي لهذا بما أن قال هنا عين بيانيا معناه يجب أن يكون عندنا هنا أمر بياني يعني علينا أن نرسم هذا المنحنة ثم نجيب على هذا السؤال الرائع اللي هو المناقشة البيانية هذه إذن لننطلق أبنائي على بركة الله في الشرحة المفصل نقطة بنقطة إذن لننطلق أبنائي على الإجابة على السؤال أول حيث قال قلنا لتكن آف دل عددية قابلة للاشتقاق على كل مجال من مجموعة تعريفها لها جدول التغيرات التالي قال تكتب عبارة آف لإكس على الشكل آف لإكس سيونه آكس زائد بي زائد سي على إكس ناقص واحد قال حيث آ بي وسي أعداد حقيقية السؤال واحد قال أحسب آف فتحة لإكس إذن نكتب هكذا نأتي الآن إذن نكتب هنا حساب من آف فتحة لإكس إذن أولا نقول ماذا نقول أدال آف قابلة لمن للاشتقاق على ماذا على المجال هنا أكيد من هو الذي يعدم المقام هو الواحد على من على آر معادة ماذا معادة الواحد إذن لاحظتم إذن هذه مجموعة تعريف هذه الدلة هي آر معادة الواحد لماذا أبنائي لأن الواحد يعدم المقام ولا يوجد لنا سفر في المقام إذن ودالتها إذن ودالتها المشتقة هي من هي سوف ننطلق سبحانا آف فتحة لإكس تساوي أولا ما هو مشتقة عدد في إكس يبقى لنا إلا العدد إذن آ ما هو مشتقة عدد ثابت إذن هو صفرة هكذا احتنفا جيدا ثم زائد عندنا هنا كسر ركزوا إذا كانت عندنا إ على ذي القاعدة ماذا تقول مشتقة نسبة ركزوا جيدا تساوي مشتقة البسط في المقام ناقص مشتقة المقام في البسط على المقام مربع إذن تعالوا على المقام مربع ها هو المقام إذن أول شيء احتلنا سنضع هنا المقام مربع يعني إكس ناقص واحد الكل مربع هذه نضعه هنا تعالوا الآن نشتق في البسط مشتقة س كم مشتقة هذا إنه ثابت إحذروا الكثير يقول هو س لا مشتقة الثابت هو صفر إذن مشتقة البسط في المقام ناقص مشتقة المقام ما هو مشتقة إكس هو واحد وما هو مشتقة ناقص واحد هذا هذا صفر ومشتقة الإكس هو واحد إذن واحد إذن مشتقة المقام في البسط اللي هو C حتى نفهم الفكرة جيدا لأن الكثير سوف يخطئون في عملية المشتقة هنا إذا المشتقة البسط هو قلت هو صفر في المقام ناقص مشتقة المقام المقام هنا لما نشتقه كليا سوف نجد واحد في البسط اللي هو C فتصبح لنا F فتحة ل X تساوي A زائد هذا بما أن نظروف في صفر في ذهب كليا لاحظوا ماذا يبقى لدينا لدينا ناقص C إذن هنا يمكن أن نضع تلك الناقص هنا على السطر هكذا ناقص C على X ناقص واحد الكل مربع إذن هذا هو هذه هي مشتقة هذه الدالة F إذن هذا الجزء بما أن كان مضروف في صفر فذهب كليا أعيد هذا ذهب ماذا تبقى لكم هنا تبقى لنا ناقص C الناقص يمكن أن نضعه هنا على بداية السطر فقط أبنائي هذا هو مشتقة هذه الدالة F بعدما أنهينا مع هذا السؤال نأتي الآن إلى سؤال آخر قال اعتمادا على جدول تغييرات الدالة F عيننا الأعداد الحقيقية A, B, C لكن هنا ما نرجوه منكم هو ماذا المتابعة الجيدة إذن نأتي الآن نقول تعين من الأعداد الحقيقية من هي A, B, C لكن نرجو منكم التركيز كيف يمكننا أن نترجم هذا الجدول إلى معادلات لاحظوا وانتبهوا معي ركزوا عندنا X لو أخذ كم لو أخذ نصف سوف أجعل بلون إذن X لو أخذ نصف F لX كم تصبح تصبح لنا 1 إذن ما أعمل معناه معناه إذا جاء هذا إلى البطن هنا معناه F لمن؟ لواحد على 2 يعني صورة هذا النصف كم ها هي أمامكم بالدلة F كم إنها 1 هذه المعطية الأولى المعطية الثانية كذلك بنفس الخطة ركزوا أرجوكم لاحظوا إذا كان X كم 3 على 2 فإن F لX كم تصبح تصبح لنا 3 إذن كذلك F ل 3 على 2 تساوي 3 هذه المعطية الثانية نأتي الآن إلى المعطية الثالثة تنعدم المشتقة عند كل قيمة حدية انظروا ها هو جبل إذن المشتقة هنا كم لاحظوا إنها صفرة إذن ما معناه معناه إذا كان إذن المشتقة F فتحة لنصف كم تساوي أبنائي؟ انظروا بأم عانيكم كم تساوي تساوي سفرة إذن F فتحة لواحد على اثنان تساوي السفرة ثم انظروا كذلك مرة أخرى عندنا هنا المشتقة هنا كم تساوي؟ تساوي السفرة إذن المشتقة هنا تساوي السفرة عند X كم يساوي ثلاثة على اثنان معناه F فتحة ل ثلاثة على اثنان كم تساوي كذلك؟ إذن تساوي لنا صفرة ها قد الآن تحصلنا على أربع معدلات إذن أرجو قد فهمتم إذن أعيد إذا كان X نصف فإن F لX كم واحد إذا كان X ثلاثة على اثنان F لX كم إنها ثلاثة هذا الجزء الأول عندنا المشتقة إذا كان X كم نصف المشتقة كم تكون؟ تكون سفر إذا كان X كم يساوي ثلاثة على اثنان المشتقة كم تكون؟ تكون سفر ها قد تحصلنا الآن على أربع معدلات ثم الآن نأتي بعملية التعويض في كل واحد ثم بعدها تأتي قاعدة الحساب لاحظوا وانتبهوا معي إذن عندنا قلنا F لواحد على اثنان إذن واحد على اثنان ونضع هنا واحد على اثنان ونضع هنا واحد على اثنان ونجعلها كم واحد أرجو قد فاهمتم الفكرة يعني في كل مكان في اكس نضع واحد على اثنان واحد على اثنان ثم نجعلها كم تساوي تساوينا واحد ثم ننطلق تصبحنا ماذا تصبحنا نا A في واحد على اثنان لاحظوا زائد B زائد C على واحد على اثنان ناقص قلنا واحد يساوي واحد نفكر في توحيد المقام هنا اثنان وهنا اثنان فماذا ينتج لكن نرجو منكم التركيز صبحنا A على اثنان لأن النصف في A هو واحد على اثنان في A يعني A على اثنان زائد B زائد هنا انظروا كم عندنا نصف واحد ناقص اثنان كم يعطينا هكذا C على ناقص واحد على اثنان كم يساوي؟ يساوي لنا واحد هذا المقصد هو هذا ثم بعدها تصبح لنا A على اثنان زائد B زائد إذن عندنا الآن لاحظوا C على ناقص واحد على اثنان فالأول يبقى الكسر هذا الذي في البسط يبقى والذي في المقام ينقل تصبح لنا ناقص اثنان على واحد نضرب هذا في هذا وهذا في واحده فتصبح لنا كم؟ تصبح لنا ناقص اثنان C يساوي واحد ما رأيكم ابناء لو نضرب في اثنان حتى نتخلص من هذا تعالوا نضرب هنا في اثنان كليا هذه المعادلة فماذا تصبح؟ هذا يذهب مع هذا اكيد تصبح لنا A زائد اثنان B ناقص اربعة C يساوي اثنان هذه المعادلة رقم واحد نتركها بعدها ابناء نأتي الآن إلى الثانية من هي الثانية؟ التي هي ها هي ركز وأرجوكم لأن قلت هذا هو السؤال تقريب فيه نوع من الصعوبة في الحساب عندنا A 3 على 2 تساوي الثلاثة إذن نعوذ هنا B 3 على 2 وهنا 3 على 2 وهنا 3 على 2 ونجعلها تساوي الثلاثة فماذا ينتج؟ ينتج لنا هذا ركز وأرجوكم هكذا نفصل إذن فتصبح لنا تساوي الثلاثة A على 2 زائد B زائد C على نوحد هنا المقام هنا الثلاثة وهنا الثلاثة فماذا يحدث؟ تصبح لنا ناقص واحد على اثنان هكذا لاحظوا جيدا وانتبهوا معي ركزوا وعيد حتى تفهموا إذن هنا قلنا نعوذ بماذا؟ بثلاثة على 2 إذن فنوحد هنا المقام الثلاثة وهنا كم؟ عفوا عفوا هناufen أثنان نعتذر هنا أثنان هكذا إذن قلنا وهنا إثنان نرجو منكم الاعتذار إذن فماذا يحدث؟ تصبح لنا هنا واحد على إثنان ليس ناقص واحد على إثنان إذن هكذا أعتذر أرجوكم إذن تصبح تساوي لنا كم؟ تساوي لنا ثلاثة فماذا يحدث؟ صبح لنا ثلاثة A على اثنان زائد B ثم هذا ينقل بصبح لنا هنا زائد ماذا؟ اثنان C يساوي ثلاثة نضرب ماذا؟ نضرب في اثنان حتى نتخلص من ماذا؟ نتخلص كذلك من العدد الذي قلنا عليه وهو الاثنان لو نضرب في الاثنان ماذا تصبح؟ إذن نضرب هذه كلية الآن في اثنان فصبح لنا ثلاثة A زائد اثنان B زائد أربعة C تساوي لنا كم؟ تساوي لنا ستة هذه المعادلة رقم اثنان نأتي الآن إذن وجدنا معادلتان من عبارة F نأتي الآن إلى معادلتان من ماذا؟ من المشتقة من المشتقة كذلك نأتي بالعبارة ها هي لاحظوا وانتبهوا معي أرجوكم حتى تتعلم عندنا كذلك قلنا أن F فتحة لنصف يساوي السفر F فتحة لنصف معناه نأتي بعبارة هنا في المشتقة نعوذ بنصف وهنا بالنصف ونجعلها تساوي السفر فماذا نتحصل؟ نتحصل على A وهنا تصبح لنا ناقص C على ماذا؟ هنا لو نوحد المقام هنا اثنان وهنا اثنان تصبح لنا ناقص واحد على اثنان الكل مربع دقيقوا لأن واحد على اثنان ناقص واحد على اثنان ناقص اثنان على اثنان تصبح لنا ناقص نسم مربع يساوينا السفر دقيقوا أرجوكم إذن ماذا يعطي لنا؟ يعطي لنا من هذا وذات تصبح لنا A ناقص هذه كم تصبح؟ تصبح لنا ربع إذن تصبح لنا هكذا A ناقص C على واحد على هكذا أربعة تساوي السفر هذا ينقلب إلى هنا فماذا ينتج؟ ينتج لنا أنه A ناقص أربعة C يساوي السفر هذه المعادلة رقم ثلاثة نأتي الآن إلى المعادلة الأخيرة كذلك عندنا لاحظوا F فتح لي ثلاثة على اثنان تساوي السفر إذن هنا ثلاثة على اثنان وهنا ثلاثة على اثنان ونجعلها تساوي السفر نوحد المقام هنا اثنان اثنان فماذا ينتج؟ ينتج لنا هكذا أنه A ناقص ماذا ناقص C على واحد على اثنان لكل مربع يعني هنا تصبح لنا واحد على اثنان لكل مربع وهي واحد على أربعة يساوي السفر نقلب تصبح لنا A ناقص أربعة C يساوي كم يساوي السفر إلا أن هذه وهذه متساويتا الآن بعدما أنهينا هذا الحساب نأتي الآن لإيجاد الآ والب والس فلنتابع جيدا إذن ننطلق في إيجاد الآ والب والس ها هم المعادلات التي تحصلنا عليهم نقلتهم فقط ها هي إثنان وها هو الواحد وها هو الثلاثة إذن نقلتهم هنا ما رأيكم أبناء لو نأتي الآن إلى المعادلة الثالثة وننقل هذا إلى هنا لأن فيها تقنية حسابية فيصبح لنا آ كم يساوي يساوينا 4C بعدها ما رأيكم أبناء لو نأتي ونأتي بهذه 4C ونعوضها في مكان الآ في هذه المعادلة واحد لم أفعل شيء آ كم يساوي 4C إذن نعوض هنا ب4C ماذا تصبح لكم المعادلة ألا تصبح لنا 4C زائد 2B ناقص 4C يساوي لنا 2 نعم لاحظوا هذا ذهب مع هذا فبقيت لنا 2B يساوينا 2 ومنه B يساوينا 2 على 2 أي أن B يساوينا 1 آ هو ظهر مباشرة الB لاحظتم؟ يعني بطريقة جد جد بسيطة بعدما وجدنا الآن الB سوف نعوضه في المعادلتين هاتين لإيجاد الآ والس لاحظوا وانتبهوا معي عوضوا الآن هنا ب لاحظوا نعوض بلون إذن عوضه هنا بواحد وعوضه هنا بواحد فماذا تتحصلون؟ ألا تتحصلون على هذه ركزوا جيدا تصبح لنا A زائد 2 ناقص 4C يساوي كم؟ 2 وتصبح لنا 3A زائد 2 زائد 4C يساوي كم؟ يساوينا 6 نعم نقوم الآن بعملية الجمع إذن نقول هنا نجمع طرف لطرف لماذا؟ حتى يذهب هذا مع هذا إذن فماذا تصبح؟ تصبح لنا A زائد 3A كم؟ قلت نجمع طرف لطرف صبح لنا 4A وعندنا هذا زائد هذا كم؟ إنها 4 تساوينا كم؟ تساوينا 8 لم أفعل شيء أنقل هذا إلى هنا صبح لنا 4A تساوينا 8 ناقص 4 التي إذن تصبح لنا 4A يساوي لنا كم؟ 4 ومنه A يساوي لنا 4 على 4 إذن A 4 على 4 بالآلحة سوف تعطيكم 1 بقي لنا الآن السي أمره بسيط نحن ماذا نملك أبنائي؟ نملك هذه العلاقة لاحظوا عندنا هذه أو عندنا هذه كلاهما لاحظوا عندنا 4A يساوي لنا كم؟ يساوي لنا 4C ومنه السي ماذا يساوي لنا A على 4؟ لماذا؟ لأن هذا يأتي إلى المقام لأنه في إذن ماذا يصبح لنا؟ يصبح لنا السي يساوي لنا الأها هي قيمة هنا عوضة هنا فتصبح لنا A إذن هي 1 على ماذا؟ على 4 ها قد ظهرت الآن A والB والC بطريقة جد سليمة فتصبح لنا عبارة الدلة ما هي؟ لاحظوا تصبح لنا F لـ X تصبح لنا قلنا A X A هو 1 إذن نصبح لنا X زائد B 1 زائد C اللي هو 1 على 4 على X ناقص 1 هذه هي عبارة الدلة F فقط أبناء طبقا لمعطيات جدول التغيرات بعدما أنهينا هاتين الإعجابة على هذا السؤال نأتي الآن إلى سؤال ما زلنا مع البيان مع الجدول انطلاقا من الجدول قال عين limit F لما X يؤل إلى الواحد بقيم أكبر وبقيم أسغر إذن نكتب هنا تعيين من الجدول ماذا limit F لما X يؤل إلى الواحد بقيم أقل بدأ بقيم أكبر إذن ها هو الواحد انظروا ها هو واحد بقيم أكبر معنا في هذه الجهة انظروا كم هاي إنها زائد مدنية إذن مباشرة نقول limit F لما X يؤل إلى الواحد بقيم أكبر أعطت لنا كم زائد مدنية وعندنا الآن بعدها كذلك لهي نبحث عن limit F لـ X لما X يؤل إلى الواحد بقيم أقل تساوي ها هو الواحد ها هو الواحد X هنا الواحد لاحظوا بقيم أقل كم هي النهاية إنها ناقص ما لا نهاية يعني لم يقول أحسبها قال لاحظ فقط إذن تصبح لنا ناقص ما لا نهاية تقول القاعدة إذا حسبنا النهاية عند عدد ووجدناه ما لا نهاية اسمعوا عند عدد وجدناه ما لا نهاية فنقول التفسير البياني التفسير البياني ما هو هو X يساوي ذلك العدد الذي انطلقنا منه ها هو كم إنه واحد مستقيم مقارب عمودي أو شقولي أو موزن محور التراتيب هكذا تقول القاعدة إذن أسمعوا جيدا إذا حسبنا النهاية عند عدد ووجدناه ما لا نهاية فذلك العدد مستقيم مقارب عمودي وإذا حسبنا النهاية هكذا لم يتمثلا F لـ X لما X يؤول إلى زائد أو ناقص ما لا نهاية يعني حسبنا عند المال ووجدناه عقد وجدناه خمسة عشرة ماذا نقول نقول Y يساوي ذلك العدد يعني خمسة أو ستة مستقيم مقارب أفقي أما إذا حسبنا النهاية عند المال ووجدنا ما لا نهاية لا نتحدث إنما هو الذي يطرح أسئلة على مستقيمات مستقيم مقارب المال إن وجد فقط لكن هو نحن طرح علينا هذا السؤال فأجبنا فقط أبناء يقول أحدكم وكيف نجي في الورقة هذه هي الإجابة النموذجية بعدما أنهينا مع هذا السؤال سوف نتطرق الآن إلى السؤال الآخر قال جيم قارن بين صورتي العددين واحد على اثنان وثلاثة على أربع بالدل أفم معلنا إجابتك ركزوا جيدا أرجوكم إذن نقول المقارنة بين ماذا صورتي العددين ليس العددين إنما صورتهم صورة العددين واحد على اثنان وثلاثة على أربع ركزوا جيدا لو نلاحظ تلك العددين أين هم وهو واحد على اثنان والثلاثة على أربع يأتينا هنا في هذا المكان وهو تقريب سفة فاصل سبعة إذن ركزوا جيدا وانتبهوا أرجوكم نقول لدينا أنه ماذا لدينا أن ثلاثة على ماذا على أربعة أكبر تماما من النصف لماذا لأن لاحظوا جيدا ها هو نصف وهي ثلاثة على أربعة هذا هو الأمر الأول وكلاهما ينتميان عندنا النصف هذا ينتمي من هنا إلى هنا ينتمي إلى هذا المجال والثلاثة على أربعة كذلك ينتمي إلى هذا المجال والدالة إذن هنا أمر مهم الذي يعطينا المقارنة بين صورتين عددين بدون حساب هو ماذا هو جدول التغييرات لي وقلنا هنا ثلاثة على أربعة انظروا إلى الدالة من هذا المكان إلى هذا المكان كيف هي ها هي أمكم انظروا إنها متناقصة نقول و الدالة كيف هي متناقصة على المجال ما هو المجال لهو من واحد على اثنان إلى واحد يعني من هنا إلى هنا إذن بما أن الدالة متناقصة فتقول القاعدة فإن الصور تعكس أي ماذا نقول أي آفلي ثلاثة على أربعة يصبح أقل تمام من آفلي واحد على اثنان هذا هو أهم شيء كيف هو ها قد قررنا بين ذلك انظروا ها هي الصورة ما هي صورة النصف هي آفلي نصف ما هي صورة ثلاثة على أربعة هي آفلي ثلاثة على أربعة نحن لا نعرف قيمتها المهم صورتين قررنا بينهما فقط إذن من هو المهم المهم أن نعين هذين العددين في أي مجال في هذه مجموعة التعريف والأمر الثاني الذي علينا أن نعرفه في تلك المجال انظروا كيف هي الدالة متناقصة فماذا فالصور تنقلب لو كانت متزايدة لبقينا هكذا محافظين على الترتيب فقط ها قد أجمنا يعني بطريقة جد جد بسيطة لو أعطيت لنا مثلا في هذه الأماكن هنا مثلا أعطيت لنا خمسة لو قال أقارن بين خمسة مثلا وأربعة لو نحن نلاحظ أنه مثلا خمسة أكبر من أربعة والدالة من هنا إلى هنا كيف هي انظروا متزايدة فاصبحنا أف لخمسة أكبر من أ أكبر ثم من أف لأربعة لأن من هو الذي قال كلمة متزايدة حتى نفهم جيدا لو كانت الدالة متناقصة ماذا يحدث أن المتابينة تعكس لاحظوا كيف انطلقت وبما أن الدالة متناقصة فقد قلب ترتيب فقط أبنائي بعدما أنهينا مع هذا سؤال نأتي الآن إلى الثالث قال نأخذ فيما يلي سي يساوينا ربع بي يساوينا واحد وآي يساوينا واحد قال وليكن المنحن البياني الممثل لتغيرات الدالة في معلم متعامد ومتجانس ألف قال بين أنه عندما يقول إكس إلى زائد ملنية أو ناقص ملنية فإن المنحن سي يقبل مستقيما مقاربا ضالطة مائلا أكيد معادلته إيج لجسين إكس زائد واحد إذن أولا نكتب هنا البرهان أن ماذا أن سي يقبل ماذا يقبل مستقيما كيف هو مقاربا مائلا ضالطة عند ماذا عند الزائد مالنها ونقص مالنها لاحظوا وانتبهوا أولا عبارة الدالة ماذا تصبح إذن بما أن الآ قلنا واحد والب واحد والس ربع فتصبح لنا عبارة الدالة هي ف لإكس تساوي كم إكس زائد واحد زائد واحد على أربعة الكل على إكس ناقص واحد هذه عبارة الدالة دقيقوا معي أرجوكم حتى تتعلم إذن قلنا هذه عبارة الدالة التي نكمل بها نص التمرير دقيقوا الآن إذن متى نقول على مستقيم أنه مقارب مائل نقول حتى يكون من يكون هكذا دالة مستقيم مقارب مائل بجوار من بجوار الزائد مال النهاية والناقص مال النهاية يجب أن ماذا يجب يجب أن تكون نهاية الفرق تساوي السفر لها لمت آف لإكس ناقص إيغرق هكذا لما إكس يؤول إلى نضع هنا رمز القيمة مطلقة معناه لما يؤول إلى زائد أو نقص مالنها إذن لما نضع رمز القيمة المطلقة هذا لإكس ونقول يؤول إلى زائد مالنها المقصد هنا زائد مالنها ونقص مالنها تصبح يجب أن نجدها تساوي السفر هكذا تقول قائد تعالوا ننطلق تصبح لإكس اللي يقلنا هي إكس زائد واحد زائد واحد على أربعة الكل على إكس ناقص واحد ناقص إيغرق إيغرق ها هي قيمتها ها هي ضعوها في هذا المكان ولا تنسوا أنها سبقت بناقص فماذا تصبح تصبح لنا ناقص إكس ناقص واحد هكذا لما إكس دائما برمز القيمة المطلقة لأنه يؤول إلى زائد مالنها نقص مالنها هكذا فيحدث هذا مع هذا وهذا مع هذا كلهم ذهبوا تصبح لنا الليميت واحد على أربعة على إكس ناقص واحد لما القيمة مطلقة لإكس يؤول إلى زائد مالنها معنا قل دائما هذه تقرأ معنا إكس يؤول إلى زائد مالنها ناقص مالنها هنا ماذا عوضوا بالمالنها ماذا سبقت سبيع لكم ربع ليس 0.25 على مالنها كم لأن تعطي لنا الصفر لا جدال في ذلك لأن أي عدد على المالنها يذهب إلى الصفر إذن نقول ومنه دالت مستقيم مقارب مائل بجوار زائد وناقص مالنها فقط لاحظتم إذن هاقد برهننا على هذا السؤال إذن لما يعطى لكم مستقيم ويقول برهن أنه مستقيم مقارب مائل يجب أن تكون نهاية الفرق بينهما كم عند المالنها تساوي الصفر فقط بعدما أنهينا مع هذا السؤال نأتي الآن إلى السؤال الذي جاء بعده قال ادرس وضعية المنحنة س بالنسبة إلى دالت إذن نكتب هنا وضعية من وضعية س مع بالنسبة إلى ماذا إلى دالت هنا ما علينا أبنائي إلا أن نقول ندرس تقول قاعدة هكذا ندرس إشارة الفرق من هو الفرق الذي هو ف لإكس ناقص إجراج على المجال ر معادة الواحد لأن علينا أن نحترم بجمع التعريف تعالوا ننطلق سبحنا ف لإكس ناقص إجراج يساوي ف لإكس قلنا هي إكس زائد واحد زائد واحد على أربعة الكل على إكس ناقص واحد ناقص إجراج إجراج ها هي قيمته اللي هي قلنا هي إكس ناقص واحد نصبحنا ناقص x ناقص واحد قلنا يذهب هذا وهذا 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 تصبح كم نصبحنا واحد على أربعة الكل على x ناقص واحد هكذا الآن ما هي إشارة كسر لأن هذه كيف يمكن كتابته هي 0.25 على x ناقص واحد يعني لا تخافوا لأنها قيمة مضبوطة إذن هكذا الآن إشارة كسر من إشارة البسط في المقام لكن البسط وهو 0.25 قيمة مجباة معنى لا يقلقون أصلا من هو المسؤول الآن إشارة كسر قلت من إشارة البسط في المقام إذن هذا هو المسؤول وهو x ناقص واحد ما علينا الآن إلى إنجاز جدول إشارة بسيط من خلاله سوف نعطي الوضعية لاحظوا وانتبئوا إذن هكذا وهكذا لاحظوا أرجوكم لهذا السؤال ها هو أمامكم إذن لاحظوا ثم هنا هكذا نقول هنا x من ناقص ما لا نهاية قلنا إلى الواحد وهنا زائد ما لا نهاية أين ينعدم x ناقص واحد لو نأتي إلى المسؤول x ناقص واحد يساوي 0 أي x يساوي ناقل هذا يساوي ناقص واحد إذن قلنا من هو المسؤول على هذه الإشارة هو المقام لأن البسط قيمة مجباة من لا يقلقون إذن x ناقص واحد ينعدم هنا هنا نفس وهنا عكس وهنا نكتب f لx ناقص y لأن قلنا ندرس إشارة هذا الفرق فيبقى محافظ على ذلك هنا هكذا إذن ناقص وهنا زائد وهنا ناقص هل هذا يجوز؟ لا يجوز لماذا؟ لأن الدلة غير معرفة عند الواحد إذن فهذه تصبح قيمة ممنوعة في هذا الجزء أن الدلة غير معرفة لاحظوا f لx غير معرفة عند ماذا؟ عند الواحد فما علينا إلا نقل الإشارة كما هي هكذا ننقلها فقط وهنا كذلك نتركها قيمة ممنوعة ونكتب في هذا المكان الوضعية لاحظوا جيدا الوضعية هنا عندنا ناقص وعيد من هو المسؤول عن هذه الوضعية؟ قلنا هذا الجزء فهذا الجزء ها هو إشارته نقلناها نفسها هنا فقط ثم ماذا نقول؟ نقول هنا سي يقع أسفل الضالطة في الناقص وهنا نقول سي يقع فوق الضالطة يقول أحدكم وهنا هنا بما أن نقم منه وعلى نقول يقطع لا يمكن أن نتحدث على شيء كلمة زائد فوق ناقص تحت وانتهى أو أسفل فقط بعدما أنهينا مع هذا الجزء نأتي الآن إلى الزجء آخر مهم قال جيم أثبت أن النقطة أوميغا ذات الحدثية واحد اثنان مركز تناظر للمنحنة سي لاحظوا جيدا إذن نقول هنا إثبات أن أوميغا ذات الحدثية واحد واثنان مركز تناظر للمنحنة سي إذن نقول هكذا عندنا قانون ما معنى كلمة مركز تناظر؟ مركز تناظر معناه إذا جئنا مثلا هكذا وعندنا المستقيم مقارب هذا هو هذا مركز تناظر ما معنى إذا كان هذا الجزء مثلا جاءنا مثلا هكذا فهذا الجزء يأتينا هكذا ها هو مركز تناظر هذا هو المقصود وهذه أوميغا لو نلاحظها جيدا هي نقطة تقاطع المستقيم دالتا مع المستقيم المقارب العمودي X يسوي واحد في هذه الدوال من هذا النوع الآن دقيقوا نقول تكون من؟ أوميغا إذا سمينا إحداثيها A و B إذن تكون أوميغا ذات الإحداثية A و B مركز قانون العام مركز تناظر لمن؟ لي؟ إذا كان X ينتمي إلى R معادة الواحد وماذا؟ وإثنان A ناقص X كذلك ينتمي إلى R معادة الواحد يا أبناء وهنا كلمة تقاطع بينهما يحذروا وماذا؟ هو الشرط الآخر أنه F لإثنان A هكذا أكتبها بلون إثنان A ناقص X زائد F لإكس تسوي لنا ماذا؟ تسوي لنا إثنان B هذه هو قاعدة مركز التناظر يوجد قوانين أخرى لكن أنا دائما أستعمل هذا القانون البسيط إذن ركزوا F لإثنان A ناقص X زائد F لإكس تسوي لنا إثنان B لاحظوا وانتبهوا معي هنا عندنا الأوميغا كم؟ أن نقلنا أوميغا إحداثيها واحد وإثنان إذن هذا يعوض في هذا المكان وهذا يعوض في هذا المكان لما نعوضه ماذا ينتج؟ ينتج لنا هكذا F لإثنان عوضه هنا في إثنان في واحد كم؟ هي إثنان ناقص X زائد F لإكس تسوي عوضوا هذا هنا إثنان في إثنان تسوي لنا أربعة معناه نحسب هذا الجزء لوحده لما نحسبه علينا أن نجده كم أربعة إن لم نجده أربعة فهناك خطأ في الحساب ما علينا الآن إلا أن ننطلق أولا ف لإثنان ناقص X قلنا زائد F لإكس تسوي لاحظوا هنا هنا في بطن الآف ماذا يوجد؟ يوجد إثنان ناقص X وهنا كم يوجد X فما علينا إلا هنا نعوض بإثنان ناقص X وهنا إثنان ناقص X وهنا إثنان ناقص X في كل مكان من X في الدل نعوض بإثنان ناقص X تعالوا الآن نعوض وألاحظوا ماذا ينتج ثم نضيف لها F لإكس فتصبح لنا إثنان ناقص X هذه عوضناها هنا زائد واحد زائد واحد على أربعة عوضوا هنا بكذلك بإثنان ناقص X وعندنا هنا ناقص واحد لا دخلنا فيه ناقص واحد زائد F لإكس زائد هذه القيمة كما هي يعني لا نخلط فيها أصلا معناها زائد لاحظوا انتبهوا معي لأن الأمر جدا بسيط يحتاج إلى الحساب فقط زائد F لإكس لهي X زائد واحد زائد واحد على أربعة على X ناقص واحد تساوي قلنا علينا كم نجد نجد الصفاء الأربعة إن لم نجد الأربعة فهناك خطأ في الحساب أولا عندنا هذا ذهب مع هذا مباشرة واجمعوا هذا وهذا كم اثنان اثنان زائد اثنان كم إنها الأربعة إذن تساوي أربعة زائد ماذا بقي لنا بقينا واحد على أربعة على الآن عندنا كم سبحنا ناقص X واثنان ناقص واحد كم إنها واحد زائد واحد على أربعة على X ناقص واحد لم أفعل شيء ما رأيكم أبنائي لو نأتي الآن إلى هذا الجزء نضرب هنا في ناقص وهنا في ناقص كسر إذا ضربناه في نفس العدد لا يحدث له شيء اسمعوا جيدا تصبح تساوي أربعة نضرب قنا هذا في ناقص لاحظوا سوف أستعمل ملون إذا نضرب هذا في ناقص وهذا نضربه في ناقص كسر إذا ضربناه في نفس العدد لا يحدث شيء يعني ضربناه في ناقص واحد فماذا يحدث؟ تصبح لنا زائد ناقص واحد على أربعة على أدخل الناقص هنا نصبح لنا X وأدخل هنا ناقص واحد زائد واحد على قلنا زائد واحد على أربعة على X ناقص واحد لكن هذا الناقص له الحق أن يأتي إلى هنا إذن لما يأتي إلى هنا نحذفه من هنا ونضعه على السطر يا أبناء مجرد حسابات لا تقول ماذا يفعل الأستاذ مجرد حسابات دائما في مركز تنظر نصل إلى حالة أن نضرب البسط والمعقام في الناقص احفظوا هذه الأفكار أرجوكم فهذا ذهب مع هذا ماذا بقيت لنا الأربعة التي قلت علي أن نصل إليها وقد وصلنا إليها نقول ومنه أوميغا ذو الإحداثية واحد اثنان وهي مركز تناظر لمن للمنحنة هذه قاعدة احفظوها أرجوكم عندكم هذه وإحفظوا هذه قوانين الحساب وعليكم أن تجدوا أربعة إن لم تجدوا أربعة فهناك خطأ في الحساب فقط وليس بالضرور دائما أربعة التمرين عندنا لما كانت هنا إثنان أصبحت أربعة لو أعطى لنا هنا واحد ونعوذ هنا بوعدة سبحكم إثنان فنعمل على أن نجد إثنان فقط بعدما أنهينا مع هذا السؤال نأتي الآن إلى سؤال آخر قال عي النقطة تقاطع المنحنة سي مع حامل محور الفواصل حامل محور الفواصل يعني نكتب هنا تعيين نقطة تقاطع من سي مع ماذا؟ مع إكس إكس فتحة هذا هو محور الفواصل إذن نقول دائما هذه قاعدة مع محور الفواصل قولوا هذه الكلمة معناها لو نأتي الآن إلى هنا معناها لو جئنا مثل المنحنة جاء هكذا يريد أن نجد هذه النقطة كم وهذه النقطة كم هذا هو المقصود إذن نقول دائما نحل المعادلة أفلي إكس تساوي السفر لما يقول دائما أوجد فواصل أو نقطة تقاطع المنحنة مع محور الفواصل دائما نقول نحل المعادلة أفلي إكس تساوي السفر دائما مهما كان طابعة الدلة فصية لغة يتمية الدلة كثيرة حدود الدلة الأناطق لا يهم دائما نقول هذه القاعدة إذن فنقول نحل المعادلة أفلي إكس كم تساوي تساوي السفر فما علينا إلا جلب أفلي إكس وهي إكس زائد واحد زائد واحد على أربعة على إكس ناقص واحد نجعلها تساوي السفر إذن هنا ما علينا إلا أن نفكر في توحيد المقام إذن إذا وحدنا المقام هنا تصبح لنا إكس ناقص واحد لكن هنا كذلك نضرب في إكس ناقص واحد فماذا ينتج؟ فالمقام كيف يصبح يا أبني؟ قمت بتوحيد المقام إذن إذا قمت بتوحيد المقام فنضع خط كسر كبير هكذا وأنا وحدت المقام ها هو المقام قد وحدته لم أفعل شيء قلت وحدت المقام هنا فقط فضربت في X نقص 1 الآن عندنا X نقص 1 في X زائد 1 هذه متطابقة شهيرة لهي A نقص B في A زائد B يساوينا مربع الأول لهو X مربع نقص A واحد مربع لهو واحد زائد 1 على 4 هكذا على X نقص 1 يساوي السفر يا أبناء هناك عملية النشر فقط لا تقولوا ماذا يفعل بعدها عندنا كسر يساوي السفر إذا كانت عندنا عبارة ريالية A على B يساوي السفر من هو الذي يساوي السفر مستحيل المقام إذن A هو الذي يساوي السفر إذن هذا الجزء هو الذي يساوي السفر المقام مستحيل يساوي السفر إذن وهنا لن ننسى أن عندنا زائد هنا عندنا قلت زائد أركز وأرجوكم لأنها هو تلك الزائد فماذا ينتج؟ تصبح هنا X مربع نقص 4 عفوا نقص 1 زائد 1 على 4 هو الذي يساوي السفر المقام مستحيل يساوي السفر في مجموعة التعريف مع X نقص 1 قلنا لا يساوي السفر لما تحل دال أو كسر يساوي السفر قلوا دائما البسط المقام مستحيل يساوي السفر بعدها ما علينا إلا أن نوحد هنا المقام 4 وهنا 4 فصبح هنا X مربع نقص كم؟ نقص 3 على 4 يساوي السفر ننقل هذا إلى هنا صبح هنا X مربع يساوينا 3 على 4 درستم إذا كان X مربع يساوينا A مع A قيمة مجابة فإن X ماذا يساوي؟ يساوينا جذر A وX يساوينا نقص جذر A هذا الذي درستمه في السنة الرابعة متوسط يها هو الأ أمامكم إذن ماذا ينتج؟ ينتج لنا أن X يساوينا جذر 3 على 4 لهو جذر 3 وال4 تخرج من تحت الجذر بإثنان أو X يساوي ناقص جذر 3 على 4 الذي يساوينا ناقص جذر 3 على 2 إذن كم من نقطة وجدنا؟ كم من فاصلة؟ وجدنا فاصلتان إذن نقول C تقاطع X X فتحة تساوينا النقطتان من هم النقطتان؟ X الأولى هي لاحظوا جيدا قلنا X الأولى هي جذر 3 على 2 مع ماذا؟ Y مباشرة هو الصفر لأن التقاطع مع محور الفاصل دائما Y كم يساوي؟ يساوي الصفر هذه قاعدة لا جذر لا فيها والنقطة الثانية ما هي؟ هي ناقص جذر 3 ناقص جذر 3 على 2 مع الصفر المهم نقطتان ويمكن أن نضعهما يعني بالترتيب هنا نضع الناقص وهنا نتركها الزائد إذن كم يوجد لنا من نقطة؟ يوجد لنا 2 بعدما أنهينا مع هذا يمكن أن نحسب الآن الترتيبة ماذا نحسب؟ نحسب كذلك C تقاطع Y Y فتحة يعني التقاطع مع محور الترتيب يعني لما نرسم مثلا منحنة هكذا هذه النقطة كم تكون؟ ماذا تقول قاعدة؟ نقوم بحساب ماذا؟ هنا انظروا ماذا نقول نقول مع محور الفاصل نقول F ل X ساوي الصفر أما هنا نقول نحسب معكوسة ركزوا F لصفر يعني نذهب إلى الدلة ونعوذ في كل مكان من ال X بصفر فقط ها هي الدلة عوذوا الآن بالصفر وأقولوا كم تجدون؟ لاحظوا نعوذ هنا بالصفر صفر 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 تساوي كم تصبح؟ تصبح هنا واحد ناقص واحد على أربعة نواحد هنا المقام أربعة أربعة كم تساوي؟ تساوينا ثلاثة على أربعة إذن C تقاطع Y F تساوينا النقطة ذات حدثية X صفر وال Y ثلاثة على أربعة فقط ها قد وجدنا المطلوب فقط أبنائي لأن هذه سوف تساعدنا في عملية الرسم بعدما أنهينا مع هذا السؤال أبنائي نأتي الآن إلى سؤال الرسم الذي يجب علينا أن نقوم به قبل سؤال المناقشة البيانية إذن ركزوا جيدا إذن هنا أولا نقوم برسم المستقيم المقارب من؟ العمود الذي سميناه ك X يساوي لنا واحد ها هو أمامكم إذن هذا المستقيم المقارب العمودي X يساوي واحد وعندنا المستقيم المقارب دارتا الماء الذي معادلته وقلنا أنها تساوينا X Y يساوينا X زائد واحد نستعمل جدول المساعد X و Y إذا أعطينا لل X صفر Y كم يصبح يصبح واحد إذن صفر يعطينا واحد وإذا أعطينا لل Y صفر ننقل هذا إلى هنا أصبح X كم يساوي يساوي نقص واحد إذن لاحظوا جيدا إذا أعطينا لل Y صفر هذا يصبح كم ناقص واحد لم نفعل شيء أعطينا لل X لل Y صفر فنقلنا هذا فأصبح ناقص واحد فقط إذن النقطة الأولى هي الصفر واحد ها هي والنقطة الثانية هي ناقص واحد مع الصفر ها هي ثم نقوم بماذا؟ بالربط ما بينهما إذن هكذا ها هو يا أبنائي لاحظوا وانتبهوا معي لأنه رصب جد بسيط إلى نوع من التركيز ها هو دالتا إذن هذا قلنا اسمه دالتا أوميغا قلنا أن إحداثها هي واحد واثنان ها هي الأوميغا إذن هنا أوميغا لإحداثها واحد اثنان ثم عندنا ماذا؟ عندنا هذه القيم تقاطع مع محور الفواصل عندنا ناقص جذر ثلاثة على اثنان بالتقريب 0.87 إذن 0.87 أكيد سوف تكون في هذا الموضع وفي الجهة الأخرى واحدة بالناقص والأخرى بالزائل معنا السفر كذلك تكون هنا في هذه الأماكن التي أشير هنا باللون الأسود لاحظوا وانتبهوا وعندنا كذلك مع محور التراتيب وهي ثلاثة على أربعة وهي 0.75 تكون في هذا الموضع هنا بالتقريب ننطلق بعدها أبنائي في عملية الرسمة لاحظوا جيدا عندنا قيمة حديها هي كم؟ إنها النصف هي 0.5 هذه 0.5 مع ماذا؟ مع الواحد إذن هنا تكون قيمة حديها تشبه الجبل هكذا اسمعوا جيدا وعندنا قيمة حديها هي أخرى ثلاثة على اثنان ثلاثة على اثنان هي واحد ونصف مع ماذا؟ مع الثلاثة تكون لاحظوا في هذا الموضع هكذا حتى نفهم جيدا إذن وبعدها ما علينا إلا إكمال الرسم وبطريقة بسيطة جدا جدا لاحظوا من هنا كان عندنا المستقيم دالتا يعني من هنا ونسعد وننزل هكذا ثم كنا هنا بهذا المستقيم ثم نأتي الآن إلى هكذا هنا عندنا دالتا ألم نقول دالتا بجوار ناقص ما نهاية والزيد ما نعم إذن ما علينا إلا أن ننطلق في هذا الرسم هكذا ومن هنا يكون هكذا كما أشير ونرسمه باليد الحرة ثم من هنا ينزل هكذا لاحظوا جيدا ثم ننزل هكذا ها هو الرسم ويكفينا أن نتوقف يعني في هذا المكان لا داعي أن نبقى هكذا وذهبين لا هكذا فقط ثم عندنا هذا الجزء الأول والجزء الثاني عندنا من هنا لاحظوا وانتبهوا معي إذن الجزء الثاني في هذا المكان عفونا إذن قلت هكذا من هنا يذهب بهذا الاتجاه ومن هنا يذهب بهذا الاتجاه هذا هو الرسم هذا المنهنة فقط ونسبه ماذا نسميه سي فقط حتى نفهم الفكرة جيدا إذن ها هو عندكم في الأصل يرسم من هنا ويسعد إلى هذه القيمة الحدية ثم ينزل هكذا ومن هنا يأتينا من هنا إلى هذه القيمة الحدية ثم يسعد يعني هكذا في الأصل يرسم كسمة كما تلاحظون نقطة الحمراء ومن هنا كذلك هكذا وانتهت عملية الرسم بطريقة جد سلمة يعني لا داعي أن نبقى من هنا هكذا نسعد ومن هنا هكذا لا يعني يكفينا جزء صغير فقط من الرسم أبنائي بعدما أنهينا مع هذا نأتي الآن إلى الجزء الآخر اللي هو الرابع المناقش البياني قال لوندا عدد حقيقي عين بيانيا حسب قيم لوندا عدد حلول المعادلة لم يقول كذلك إشارتها قال عدد حلول المعادلة ف لإكس تساوينا كم القيمة المطلقة لوندا إذن نكتب هنا حلول أو عدد حلول المعادلة ف لإكس تساوي القيمة المطلقة للوندا أولا ما هو التفسير البياني لكلمة ف لإكس تساوي نا ماذا قيمة المطلقة لوندا نقول حلول المعادلة من ف لإكس تسوي أن القيمة المطلقة لولندا هي فواصل يعني هي على هذا المحور فواصل ماذا تقاطع س مع فواصل نقط نقط تقاطع س مع المستقيم الأفقي لاحظوا جيدا الأفقي ذو المعادلة هنا ضعوا ي فقط يعني ذو المعادلة ي يساوي القيمة المطلقة لولندا إذن هذه هي أبنائي بما أن هنا لا يوجد لنا الـ X في هذا الجزء فاعلموا أن هي مناقشة أفقية كيف أفقية معنا يأتينا مستقيم هكذا معادلة هي ماذا هي ي تساوي ماذا تساوي القيمة المطلقة لولندا لاحظوا وانتبهوا هذا المستقيم قيم يكون يسير به هكذا أفقي ينطلق أكد مننا قسمانية ويسعد هكذا حتى نفهم الفكرة جيدا لاحظوا وانتبهوا معي أرجوكم كيف تتم العملية إذن لاحظوا إلى هنا ركزوا كم يوجد لنا من تقاطع كم يوجد لاحظوا واحد اثنان ما زلنا ها هو يسعد مكان ما زال كلما توقف كم نجد اثنان ثم يزيد هكذا كم اثنان اثنان إلى غاية هذه إلى غاية هذا المكان كم يكون هذا المكان انظر هذا المكان لو تلاحظوا ها هو كم إنه واحد لأن المستقيم هذا ننظر إلى هذا يجراج ننظر إلى هذا محور التراتيب هنا يجراج كم نقص واحد هنا كم سفر هنا كم نصف هنا كم واحد يعني يكون يجراج كيف هو أقل من واحد يجراج كم يكون أقل من واحد يعني يجراج كان أخذ القيم هذه إلى غاية إذن أعيد أخذ من هنا إلى هنا فنأتي بهذه القيمة ونضع هنا لأن إجراج هي نفسها القيمة المطلقة للوندا فطبح القيمة المطلقة للوندا أصغر تماما من واحد قلت أصغر تماما من واحد ها هو الواحد حتى لا يقول أحدكم ها هو واحد لكن ركزوا الآن سوف نعود إلى دروس السنة الأولى في القيمة المطلقة تقول القيمة المطلقة إذا كان عندنا X القيمة المطلقة لX ركزوا جيدا أقل تماما مع A أكيد قيمة مجبأ قيمة مجبأ تماما فماذا تقول فإن X يكون ينتمي إسمعوا إلى من ناقص A إلى A هكذا تقول القائد ها هو ال-A وها هو ال-X إذن القيمة المطلقة لما تكون قيمة مطلقة لX أقل تماما من A فإن X ينتمي من ناقص A إلى A إذن هنا ماذا يحدث معناه لوندا أين يصبح إذن واحد لوندا يصبح ينتمي من ناقص واحد إلى واحد مفتوح يعني قلنا من هكذا X ينتمي من ناقص A إلى A ها هو ال-A لحظتم يعني نعود إلى دروس سنة الأولى إذن لوندا أين ينتمي من ناقص واحد إلى واحد للمعادلة ماذا حلان متمايزان لماذا متميزان لأن هذا المستقيم يقطع مرتان فقط ثم الآن يصل إلى هذه القيمة الحدية هنا ها هو الآن في هذا المكان هنا كم أصبح Y أصبح واحد إذن ثانيا Y يساوي واحد ما معنى معنى لوندا كم يصبح نضع هنا الواحد كم يصبح قيمة مطلعة نصبح القيمة المطلقة للوندا كم تساوي تساوي واحد القيمة التي أخذها Y التي نعطيها للقيمة المطلقة للوندا تقول القاعدة إذا كان عندنا القيمة المطلقة لX تساوي A مع A قيمة مجابة فإن X يساوي A أو X يساوي ناقص A يعني هنا لوندا ماذا يصبح لوندا يساوي واحد أو لوندا يصبح يساوي ناقص واحد كم يوجد لنا للمعادلة الآن من حل في هذا المكان انظروا في هذا الجبل في هذا الجبل دائما نقول للمعادلة حلا كيف هو مضاعفا في القيم الحدية هذه وهذه قولوا حلا مضاعفا قيمته كم قيمته نحن نعلم وها هي أمامكم قيمته X كم يساوي يساوينا النسف تظهر مباشرة ها هي نسف حتى نفهم الفكرة بعدما أنهينا مع هذا نأتي الآن الآن المستقيم سوف يكمل مساره ولا تنسوا أنه دائما نحن نعمل Y يساوينا القيمة المطلقة للوندا نحن لا ننسى هذا لاحظوا وانتبهوا معي إذن بعدها أبناء قلنا ما زلنا مع القاعدة Y يساوينا القيمة المطلقة للوندا نأتي الآن إلى هذا المستقيم نتركه الآن يكمل مساره هل يوجد تقاطع لا يوجد لا يوجد لا يوجد لا يوجد لا يوجد إلى غير هنا إذن كم نقول أن نطلقنا من هذا المكان إلى هنا لا يوجد حلول معناه أن القيمة المطلقة للوندا هي نفسها Y تكون أقل من ماذا أقل من هذا القيمة كم إنها الثلاثة وأكبر تمام من هذه القيمة كم إنها واحد الآن القيمة المطلقة محصورة ما بين عددين كيف يمكن أن نستخرج الآن لوندا إن يكون ينتمي حتى نفهم الفكرة جيدا لاحظوا هنا نقوم بالتفكيك إذا قلنا أن القيمة المطلقة لمن للوندا أكبر من ماذا أكبر تم من واحد والقيمة المطلقة قلنا كذلك للوندا تكون أقل إذن أكبر تم من واحد وأقل تم من الثلاثة هذا ماذا يعني تقول القاعدة واسمعوا جيدا إذا كانت عندنا القيمة المطلقة لإكس هكذا أكبر تم من آ فإن إكس ينتمي من ناقص مال نهاية إلى ناقص آ هكذا اتحاد من الآ إلى الزائد مال نهاية اسمعوا جيدا هذا معنى طبقا لهذا الكلام ماذا ينتج ينتج لنا هكذا ركزوا أنه لوندا يصبح ينتمي من ناقص مال نهاية إلى ناقص واحد مفتوح اتحاد من الواحد إلى زائد مال نهاية هذا الجزء وعندنا الجزء الثاني الذي عليكم كذلك أن تكونوا على دير لأن الأمر هنا كله متعلق بخواص القيمة المطلقة عندنا كذلك قلنا إنه إذا كانت القيمة المطلقة لإكس أقل تمام من آ فإن إكس يكون ينتمي قلنا من ناقص آ إلى ماذا إلى آ إذن هنا على طبقا لهذا على هذا الضوء هذا الكلام ماذا نقول نقول كذلك و ولن ننسى كلمة ولأن التقاط ولن دا ينتمي من ناقص ثلاثة إلى غاية الثلاثة إذن تعالوا الآن سوف أريكم تقاطع المجالات حتى تفهموا جيدا إلى هذه الفكرة إذن عندنا ها هو المعلب إذا قلنا عندنا ناقص مال نهاية وهنا عندنا الزائد مال نهاية أولا عندنا لن دا ينتمي من ناقص مال نهاية إلى ناقص واحد ومن الواحد إلى الزائد مال نهاية معناه من هنا إلى مثلا هنا ها هو ناقص واحد مثلا وهنا نضع الواحد إلى غاية زائد مال نهاية ركزوا جيدا إذن مثلا إذا قلنا هذا ناقص واحد وهذا واحد إذن لن دا يأخذ هذا القيام الحمراء التي باللون الأحمر ثم عندنا كذلك لن دا ينتمي من ناقص ثلاثة إلى الثلاثة من ناقص ثلاثة إلى الثلاثة إذا جئنا من هنا مثلا إلى غاية هنا لاحظوا وانتبهوا إذا كانت هذه هي الناقص ثلاثة وهنا ماذا ومن هنا الثلاثة فما هي الأمكة التي تقاطع فيها المجالات اللونين هو هذا وهذا فنقول لن دا ينتمي من ناقص ثلاثة إلى ناقص واحد مفتوح لأننا لاحظوا جيدا كله أكبر تماما وأصغر تماما هنا كما تلاحظون اتحاد ماذا؟ اتحاد من الواحد إلى الثلاثة إذن يقول لوندا ينتمي في هذا المجال يعني هذا المجال وهذا نقول لا يوجد للمعادلة حلول إذن لما يكون المستقيم هذا من هذه المكان إلى غاية هنا لا يوجد حلول بعدها الآن بعدما أنهينا مع هذا الجزء سوف نأتي الآن لنكمل مسير وأنتم اكتبوا هذه التي أقوم بمحيها ثم نأتي الآن الحالة التي بعدها أن لوندا يكون ما زلنا مع إجراج يساوي لوندا الآن هنا كم يكون انظروا يكون ثلاثة إذن لوندا يساوي ثلاثة نحن قلنا قيمة مطلقة لإكس يساوينا أ فإن إكس معناه يساوينا أ ونقص أ إذن لوندا يصبح يساوينا نقص ثلاثة ولوندا يساوينا الثلاثة للمعادلة ماذا؟ أركزوا عند القيم الحدية قلنا نقول حل مضاعف للمعادلة حلا مضاعفا قيمته إكس كم يساوي؟ ها هي أمامكم إنها ثلاثة على إثنان وهي واحد ونس إذن واحد فاصل خمسة ثم الآن ها هو الآن يكمل مسارة يعني من هذا المكان وبدأ يسعد معناه من أين انطلق؟ أنه يكون من هذا المكان فما فوق إذن فيما هذا الفوق ما معناه؟ معناه نقول القيمة المطلقة للوندا تكون أكبر من الثلاثة لأن معناه ينطلق من هنا فما فوق يعني يكون أكبر من ماذا؟ من الثلاثة إذن نقول القيمة المطلقة للوندا تكون أكبر من ثلاثة نحن قلنا أن القيمة مطلقة لـ X تكون أكبر من A أن X قلنا ينتمي من ناقص مال نهاية إلى ناقص A مفتوح اتحاد من A إلى الزائد مال نهاية إذن هنا كذلك حسب مثالنا هذا لوند يصبح ينتمي من ناقص مال نهاية إلى ناقص ثلاثة مفتوح اتحاد من الثلاثة إلى زائد مال نهاية X هذا أشرح به فقط يعني ليس تابع للتمرين لما نذكر X أنا أعطي لكم في الدرس حتى تفهموا إذن لوند يصبح لنا من ناقص مال نهاية إلى ناقص ثلاثة اتحاد من الثلاثة إلى زائد مال نهاية كم يوجد لنا من تقاطع أبنائي مع المنحاني هذا المستقيم انظروا يوجد مرتان يعني واحدة هنا وواحدة هنا نقول للمعادلة ماذا حلاني كيف هما متمايزان فقط إذن أصعب شيء هنا هو كيف نفكك هذه القيمة المطلقة حسب المجالات هذا وقد شرحت لكم وإن وجدتم إشكال قولوا درس القيمة المطلقة الأولى ثانية والأستاذ نوردين سوف تتعلمون كل شيء حول ذلك وفي الأخير أبنائي وبناتي الأعزاء أتمنى قد استفدتم من هذا الفيديو كما أرجوكم أن لا تنسونا بالدعاء لنا بالسحة والعافية والترحم على روح أم الطاهرة كما يمكنكم زيارة صفحتنا على الفيسبوك إنها صفحة الأستاذ نوردين ليصلكم جديدا باستمرار وفقكم الله لما يحبه ويرضى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته